طيب شنو الجاي في موسوعة قصاني سماعت يعني انت مسوي في التيشيرت اي احتينا شوية عن معلومة حصرية لقناتها مرة اشوف هو يعني الباحة اطلقت هاي الحملة لحد الآن أو هي سلسلة لحد الآن يعني محد يعرف شنو سلسلة تغلى تيشيرت بالعالم هي سلسلة آني سويتها التيشيرت هذا عاني اشتغل بي تمام صار ايفنت بدبي وان بليون فلاورز يتصنع محتوى من كل العالم فاني قلت هاي فرصة انو اسوي سلسلة من هذا الحدث اخذت ملابس الشغل المالتي اللي هي كلها الوان وهاي ورحت بيها للإيفنت نفسه فالناس كلها مصدوم وشنو ملابس كلها الوان وملاطخة وهاي فاعدهم فضول يعرفون منه هذا اللي جاي هيك فيحشون وياي غيرها هيك اتعرف عليهم اذا كلش مشهور وشخصية معروفة وهاي اطلب منه يوقع لي على التيشيرت حالو فاني دا اجمع تواقع على التيشيرت حتى يكون يصير اغلى تيشيرت بالعالم حلو ويدخل قنس كاغلى تيشيرت بالعالم لشخص موجود وعايش بالحياة لان هو حاليا اغلى تيشيرت بالعالم على ما اعتقد هو تيشيرت مارادونا زين فاني دا اسوي هذا الرقم القياسي لان هو سلسلة خيرية مستقبلا راح اتغير حياته واي عوائل بالعراق وراح المبلغ اللي راح ينباع بهذا التيشيرت بالمزاد راح يروح ولا دينار من نائلية راح يروح كله مساعدات لاشخاص يعني احنا كاتبين خطة كاملة حلو زين واكو شخصيات راح ينصدمون من راح يشوفوهم ومقعين على التيشيرت يعني واحد منهم كريستيان واو اي هاش معلومة زين شفعلت تيشيرت يعني ليش الفكرة تيشيرت ما عرف هي صارت يعني يعني صدفة مو مخطط يعني اصلا دا رتب بملابسي بالجنطة ويمني صديقي كان يقول لي اقول لك انت ليش ما تروح بملابس الشغل هاي مو احلى انت حاير شنو تلبس قلت لعي والله واني هناك كان خابرني قال لي سوهيش وهيش وهيش هذا صديقي عالي طبعا شون نقول العقل المدبر عيدي اليمنى هل يكون لك يا صديق بالأفكار و بهذه السؤال فيه نعم